وقت التجربة الريحة فظيحة طعم طعم طحفة وكمان معرمش من برا اهلا بكم في حلقة جديدة انا احمد شب في المانيا وفي الفيديو دوت هوريكو ازاي نعمل فراخ اعود اجاكي انتاكي بالخلطة السرية بكل التكات بطريقة سهلة في البيت ولو لسه مشتركتش في القناة اشترك دلوقتي واضغط على الجرس عشان يجيلك كل جديد اول خطوة هو عمل البراين بتاعي يعني ايه براين يعني هنلقع الفراخ بتاعتي في مية وشوية كواب البسيطة علشان الفراخ تضي طلطرية وما تنشفش مني زائد ان هي بتدينا نجحة وطعم وريحة روعة بازم الفراخ تبات مش اعلى من ستة ساعات في البراين دوت البراين دوت بيستخدمه مع كل انواع الفراخ وبيديني نتيجة مية في المية كل مرة هبدأ اعمل الخلطة اللي هضيفة على الفراخ بتاعتي وهي عبارة عن اني هخلط الضييق والنشا والبيكن باودر البيكن باودر وظفته بيخلي الفراخ بتاعتي تقرمش اشتركوا في القناة هعسم الخلطة نص صين نص رطب ونص ناشة في الطريقة دي القناة اشتركوا في القناة القوام بيكون زي الصوس هبتدي ان اشف الفراغ بتاعتي كويس علشان اضمن ان الخلطة تمسك فيها ولما انقنها للنص الناشف اضعت عليها بادية عشان اتاكد ان الخلطة مسكت فيها واحاول بقدر الامكان ما خليش فيها دي زيادة على قد مقدر بعد ما خلطت الدبابيس بالخلطة اولى على الزيت لو ما عنديش ترميل متر للحرارة اقدر استخدم موض خشب زي دوت ولما الزيت يعمل كده في عوض الخشب يبقى الزيت جاهز هتاخد في حدود 15 دقيقة على درجة حرامة وسطة ابتدي انزل بالدبابيس في الزيت وما نزلش اكتر من قطتين عشان احافظ على درجة حرارة الزيت بتاعي وان الفراغ تبذل من قرمشة طبعا مهم نعرف ان كلها القطعة بتختلف عن التانية في التسوية يعني مثلا الورايك بتاخد وقت اكتر من السدر السدر بياخد من 8 ل 10 دقيقة اثناء التوية اثناء الوزر تحیزة التوية تحوير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوقت التجربة الريحة فظياء ريحة التوابل موجودة فيها ما فيهاش ريحة الفراخ موجود ريحة التوابل طعم طعم طحفة طريقة جدا من جوه فيها عصائر فيها جوسي كده بحسن جوسي وكمان مقرمش من بره وطعم التوابل فيها فظيعة زي بزبط كنتاكي كمان بالأحسن طبعا تعملها في الفيديو جمزة جدا اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم شكرا للمتابعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وصيبوا لايك واستنونا في الوصفات تانية كتير شكرا للمتابعة